ميليشيا قصد وسير الى الوراء بعد اعلان تركيا عزمها القيام بحملة عسكرية تستادف مناطق شمال شرق سوريا الخاضعة تحت سيطرة ميليشيا قصد على غرار حملتها السابقة غصن الزيدون وجدت الميليشيا نفسها في موقف لا تحسد عليه تستنفر قواتها على جميع المحاور المقابلة للجيش الوطني وتنفذ حملات اعتقال تطال المدنيين لزج بهم في وحداتها العسكرية تتخبط يمنة ويسرى تستجدي الجميع فطارة تنقل تطمينات امريكية حول مستقبلها في المنطقة وان الولايات المتحدة لن تتركها ولن تسمح بقيام معركة تركية تستادف حليفتها قصد مرة اخرى وطارة اخرى نجدها تساوم روسيا وميليشيات النظام للانضواء في صفوفها من خلال مقترحات تهدد كيانها لتعمد في الاوينة الاخيرة على رفع الاعلام الروسية فوق نقاطها العسكرية في محاولة منها لتحصين هذه النقاط التي فتكت بها المسيرات التركية كل هذا وذاك ينبع من خشية قصد خسارة مناطقها شمال شرق سوريا على غرار ما خسرته في عفرين هذه الخسارة وان حصلت لا تعني خسارة منطقة بعينها بل خسارة مشروع دولة لطالما حلمت بتأسيسه فعلى اي ضفة ستكون الميليشيا وهل ستخاطر بانضمامها لقوات النظام ام انها ستحدد مصيرها منفردة وهل سيلبي التحالف الدولي والرهان على الولايات المتحدة امال قصد في حمايتها ام ان للسياسة الدولية كلاما اخر وللاجابة على هذه التساؤلات لا يسعنا الا انتظار ما تحمله الايام القادمة